بالنسبة لقبل التمرين المفروض ان هو يبقى فيه فرق بين التمرين والعكل أو وقبط الغداء لو هياخد الغداء قبل مايروح ساعة ونص على القل يعني ليفهش ان هو يأكل ويروح يتمرن على طول او يعمل اي اكتفيز قبل التمرين بساعة ونص قبل التمرين نفسه ممكن ناخد حاجة تدي بور اكتر يعني ممكن ناخد موزة او ناخد مثلا واحدة ببطاطة قبل التمرين على طول بطاطا ما شوية او موزة ده احسن حاجة ممكن تدينها باور او تدينها انرج فعمني بعد يعني قابل التمرين على طول بعد طول